اشتركوا في القناة الجو بارد رح تمرضي هيك كرم بيك ما في لزوم ولو رفيف انا مهمتي اني احميك حتى من البرد بعدين شو بدك يعني قول قدامي العلقة برقي ما في داعي لكل هذا الخوف لاني بظن انه محمود خلاص ما رح يتجرق ويرجع يجي لهم شو ما عملنا قليل انتي و اهلك غالين كتير علينا تعرف يا رفيقي هاي القهوة من زمان ما اجينا عليها من زمان كنا نجي كتير يمكن نكبرنا صاير متل جدي عم تتحسر عالماضي اللي بيتحسر عالماضي يا اما في مره عم تعزبه او خايف من المستقبل شو بتختار يلي عم بيصير هلا ما في شي منه مزبوط بس عندي امل كبير بالمستقبل متأكد من كلامه؟ متأكد واكتر مرة بكون مرتاح دي ما يمكن تتدايا بس بعد فترة رح ترتاح رح خبره انه انا بدي طلق ورفيف لازم تعرف شو هي حقيقة مشاعري والله يا رفيقي انا ما كنت حابب ان اتوصل معك الامور لهالدرجة بس باخر فترة دي مرتكبت اخطاء فضيعة واللي عملته رح يأسر بشكل سلبي على حياتكم واذا اجينا لموضوع رفيف شي طبيعي انك ما تترك بهالوضع تصرف ابن اصل بس الوضع ما نو مزبوط ما هيت معك حق وبالاخص عادت رفيف واهلا بالرشادية ما له عجبني محمود بيعرف البيت لازم لاقيه البيت بأسرع وقت لايرتاح رأسي جلال اذا صار متل ما مخطيت بكرا للمسا حياتي الكل رح تتغير والله يا رفيقي انت رجعت من الموت وحابب انك تعيش مرتاح وهذا المزبوط لازم تترك الماضي وما تحاول تفكر فيه وترجعنا انا جنبك بكل وقت والله كمان ما رح يتخلى عنك موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خير كرام صاير شي لحتى رجعت؟ لا رفيف انا رحكون هون كل نهار قلت بيجي بخبركن ما في داعي لا تعزي بحالك اصلا الحراس بكل مكانه نحنا بخير ولو انا ما رح اترككن اذا لزمكن اي شي بتعرفوا انا موجود هون وبعدين اذا ملاتوا من القعدة وحباتوا تروحوا لشي محل فيكن تخبروني وانا بوصلكن اليوم تعبنا كتير وما بظن انو رح نطلعوا من البيت شكرا شونسيتي عندك موعد مع الدكتورة وبعطوا لك مسج من المشفى اذا في عندك موعد انا بوصلك رفيف اذا بتحبي اه عمران بيك ما رح يجي طلع مع مرتو يتعشوا برا ما بتوقع اذا بدك كرام بيك بروح معي مدام عم بيقول عمران بيك مجغون مع مرتو اليوم انا ما بدي غلبك شكرا غلبت شو رفيف انا هون كرمالك بقصد انا هون لخدمتكن ماشي طيب رفيف خانو تفضلي دكتورة ايلين رح تصل بعد شوي دكتورة ايلين بس انا الدكتورة سيرين هي دكتورتي دكتورة سيرين طلعت بعملية مستعجلة دكتورة ايلين هي رح تفحصك ماشي مرحبا يا اهلين وسهلين اهلين بحضرتك وهلأ رح نفوت نتطمن عالجانين ونشوف اذا مزاجه رايق ولا لا تفضل فيك تفوت معنا لتتطمن عليه صحة الباب مبينة عالي لعال ما اشاء الله اليوم حركته زايدة بس وزنه كأنه خافف عن اخر اسبوع ديري بالك اكلك بيأثر كتير على الجنين وعلى وزنه وحاولت بعدي عن التوتر متل ما احنا لما نتدايق ونتوتر بتخف شهيتنا عن الاكل الجنين يلي بيبطنك كمان بيتدايق المرة الجاية ضروري يكون وزنه احسن من هيك ما بدي وصيك بابنك ما عد بدنا نزعل الام ورح ندير بالنا على نوعية الاكل هذا نظام غذائي لازم تمشي عليه واذا اتبعتوا هالنظام رح تتحسن الام والجنين بنفس الوقت وانا بانتظاركم بعد اسبوعين للفحص وصيرين خانوا موقتا بتعطيكم شرح مفصل للوضع تقومي بالسلامة الله يسلميك شكرا بالإذن اتشكرك الدكتورة لما فكرتني ابو ما عرفت شو اتصرف ما قدرت جاوبة ازعلتي مني شي ليش لازعل منك كرم بيك انا كمان اتلبكت بقيت متفاجأة وما حكيت شي ابدا لا تشغل بالك خلاص ريحتيني رفيف لاني فكرتك اتضايقتي مني هلا بصراحة الوضع غريب كتير الكلام يتصرفوا كأني امو للبيبي بس انا ماني امو من جهة تانية حاملته ببطني ورح اولده والشغلات اللي بتأسر علي اكيد بتأسر علي سمعت اللي قالتو الدكتورة توتري وسعاتي كلهم بيأسروا عليه مثلي تماما لحق معيك هالقصة غريبة كتير اكتر ما بتتخيل هاد البيبي يلي انا حاملته ببطني عم يتغزى مني ويكبر معي بس ما له ابني يلي عم عيشه قبتا ما له طبيعي من لما خلقت مو له هالدرجة خلاص انسي يلا تعيي نتفرج لاكي رفيف منجيب هالكتاب مو ضروري كرم بيك لا في عندي كم كتاب مثل هذا تماما انت سمعت الدكتورة مو هيك؟ قالت نازل وزنه لهيك لازم تغزي حالك يا خانم وانا ياللي بقوله بده يصير ما في فرد من عائلة يورقان والله يجي ابع فم اللازم يورقان قلتلي طيب خلينا نجيب شي فيلم ظريف منتفرج عليه منتسلة كرم بيك فكرة الفيلم عن جد ما لنزوم يعني انتي وانا ونازلي وخالي سلطاني منتفرج مع بعض هنين كمان توتروا باخر فترة قلت لحالي منغير شكل معقولون لا معك حال هالفترة كانت سعبة قلي زمان كتير ما قاعد معهم مثل اي عائلة منجيب الفيلم ممتاز اصبح روحي واختاري بنفسك عيونه محمرين كتير اكيد محمرين من البكة انا وصغير لما كنت اترك الاكل بصحني ستي كانت تقلي هلأ بيبكي وطلع معها حق شوف كيف تمو عم يضحك لانه معك على نفس الطاولة يمكن معناها اهي لابتسامي لحضرتك معنا مثل صحنك بس دبر حالك فيها والله لو انا محلة بختار اني شوف ضحكتك يا رفيف ايها واخيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة